أهلا بحضراتكم أمر الرئيس عبدالفتاح السي سي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية وطفقا للتوجهات الرئاسية سيتم تخصيصه نحو 127 مليار و700 مليون جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التامونية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بتسعين مليار للسلع التامونية خلال العام المالي الحالي كما سيتم تخصيصه 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و 6 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي و 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% كذلك سيتم تخصيصه 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 25% فضلا عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة